بعد أن أجرت قوات الأمم المتحدة الاندوف عدة دوريات لها بالتعاون مع الاحتلال الروسي في الجولان السوري المحتل رئيس المركز الروسي لمراقبة الهدنة في سوريا قال إن الشرطة العسكرية الروسية تقوم بالتنسيق مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لاستئناف عمل دورياتها على طول مرتفعات الجولان أرسلنا جميع المعلومات التي بين أيدينا لممثلي الأمم المتحدة وسنقدم كل مساعدة ممكن إلى البعثة لتمكين أعلام قوات حفظ السلام من ظهور مرة أخرى في المنطقة المنزوعة السلاح وعندما يرون أنهم يستطيعون إنجاز المهم بدوننا سننسحب من هذا المكان وكانت الشرطة الروسية أعلنت في وقت سابق أنها ستغادر هضبة الجولان بعد وصول دوريات الأمم المتحدة الدائمة إلى المنطقة مشيرة أن وجود القوات الروسية في المنطقة أمر ضروري في الوقت الحالي فهم يقدمون جميع أنواع الدعم إلى البعثة الأممية كي تتمكن من استئناف عملها بكامل النطاق الاحتلال الروسي كان قد أعلن أنه سينشؤ ثماني نقاط مراقبة له في المنطقة منزوعة السلاح بالجولان السوري بموازات النقاط التابعة لقوات الأمم المتحدة الأندوف بعد أن سيطرت ميليشيات أسد بدعم من الروس على المنطقة بعد اتفاق مع الفصائل قضى بترحيل الرافضين للاتفاق إلى الشمال السوري ترجمة نانسي قنقر